واقع أليم تصنعه آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة الذي أضحى كومة من الركام قوات الاحتلال كثفت من هجماتها البرية والجوية وتسببت بثلاث مجازر أوقعت مئات الشهداء في مدارس النزوح والمناطق السكنية وتتواصل عمليات التوغل البري والتدمير الممنهجي للمنازل والبنى التحتية في ظل ظروف إنسانية أقل ما توصف بالمأساوية فيما عم الإضراب الشامل في أنحاء إسرائيل للضغط على الحكومة لإبرام الصفقة الخسائر باهظة ولا يمكن وصفها هناك معاناة هائلة ليس فقط في عدد الضحايا بل في المعاناة اليومية للناس بالجوع بالعطش بالحرمان من السقف بالحرمان من الدواء بالحرمان من الماء بتفشل أو بأكل هذا شيء لا يطاق ولكن إرادة الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تنكسر أمام المحتلين لأن المحتلين لا يريدون للفلسطينيين أن يبقوا على هذه الأرض هم يريدون فلسطين بدون فلسطينيين وفي الضفة الغربية المحتلة ولليوم السادسي على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية في مدن ومخيمات وشمال الضفة الغربية استشهد على إثرها 29 فلسطينيا وجرح العشرات واعتقل أكثر من مائة مواطن بالتزامن مع عمليات هدم وتجريف للبنية التحتية والمنازل وحصار خانق دولة الاحتلال تسعى إلى خلق بيئة طاردة للفلسطينيين بإطار محاولات التهجير القصري هناك أهداف سياسية بعيدة المدى تتعدى مسألة البعد الأمني والعسكري كما تدعي دولة الاحتلال واعتقد بأن الشعب الفلسطيني لن ينكسر أمام كل هذه الحملات العدوانية وعمدت قوات الاحتلال خلال اجتياح مدن الضفة إلى إعاقة عمل الخدمات الحياتية وحاصرت المستشفيات ونكلت بالأهالي واعتدت على الصحفيين والمصعفين ودفعت عشرات العائلات من المخيمات خاصة في جنين إلى النزوح قصرا يدفع الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية إلى انفجار كارثي من خلال ممارسات بأدوات دموية ومستويات غير مسبوقة من العدوانية لتلفزيون سلطنة عمان أمال مرار رام الله